محمد أبو نموس. محمد وزارة الصحة الفلسطينية تدعو إلى توفير مستلزمات الطبية للقطاع لمواجهة الفيروس. كيف يتعامل القطاع الصحي في مواجهة هذه الجائحة؟ وما هي آخر الإحصائيات الرسمية للإصابات هناك؟ نعم لنبدأ بهذه الإحصائيات في الأراضي الفلسطينية بشكل عام ما تحدث به الناطق باسم الحكومة الفلسطينية السيد إبراهيم ملحم. حيث اليوم تم تسجيل تسع حالات جديدة مصابب فيروس كورونا في الضفة الغربية. ليرتفع إجمالي الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلى 322 إصابة. وفي القدس المحتلة 115 إصابة كما تحدث الناطق باسم الحكومة. من هذه الإصابات هناك 13 إصابة داخل قطاع غزة. منها تسع حالات وصلت لمرحلة التعافي التام ليبقى المصابين حتى هذه اللحظة هم أربع إصابات. لا زال وجل هؤلاء موجودين في الحجر الصحي بالمناطق التي خصت لهم من قبل وزارتي الصحة وأيضا الداخلية في قطاع غزة. أما عن استعدادات وزارة الصحة في قطاع غزة. فهذا ما لمسناه اليوم من حديث الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة في قطاع غزة. حيث أنه قال بأن هناك أزمة كبيرة تعاني منها الوزارة. وهي شح الدواء وأيضا العينات التي يتم من خلالها فحص البي سي آر الخاص بفيروس كورونا في قطاع غزة. كما دعا المنظمات الدولية بضرورة المساعدة لتوفير هذه العينات. وأيضا إمداد وزارة الصحة في القطاع بكل مستلزماتها الطبية. لا سيما وأن هذا القطاع يعاني من حصار استمر لأكثر من 13 عام حتى هذه اللحظة. وهذا يزيد من أزمة الوزارة في حال وصل الفيروس بشكل كبير إلى قطاع غزة وتفشى داخل القطاع. هناك أزمات عدة تحدثت عنها وزارة الصحة. لعل أبرز هذه الأزمات هو النقص الخاص بأجهزة التنفس. وأن الوزارة بحاجة ماسى لما يقارب مئة جهاز تنفس لإمكانية المساعدة في حال وصلت حالات جديدة. خصوصا وأن قبل عدة أيام تم فتح معبر رفح البري وتم إدخال أكثر من 1600 عائد من الأراضي المصرية إلى داخل قطاع غزة. تم إجراء منها أكثر من 300 عين جديدة. جل هذه العينات كانت سلبية ولكن هناك مخاوف من الفحوصات المتبقية التي ستظهر خلال الأيام.